يواصل التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي أداء دوره المجتمعي في رعاية الفئات الأولى بالرعاية من أبناء محافظات مختلفة وتأتي أنشطة التحالف الوطني تنفيذ لتوجيهة القيادة السياسية وتماشيا مع استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن المواطنين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل أداء دوره المجتمعي في رعاية الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات المختلفة فوسط أجواء احتفلية حضرها ممثل التحالف الوطني وعدد من المؤسسات الأهلية أطلق التحالف المرحلة الأولى من مبادرات 600 ألف باب رزق لأهل مركزي أطسا وأبشواي بمحافظة الفيوم وذلك بتسليم 17 كشك وتسعين مشروع تنموي للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة أنا عندي مشروع حدادة باب وشباك فمشروع بتاعي كان صغير ففيه ناس دلوني على جمعية الأرمان الناس مشكورا فالفعل روح تقدمت على تمكين الاقتصادي المشروع الصغير فروح تقدمت بالنسبة للمشروع بتاعي فحبت اللي أنا أكبره ففعلا الناس مشكورا وقفوا معايا وعطوني قرد والحمد لله المشروع إن شاء الله بإذن الله يكبر الحمد لله يعني أنا استلمت الكشك وفضل البداع والحمد لله يعني أنا بشكر ربنا وبشكركم جدا 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 إن أنا يعني بلاقي حد بساعدنا ويقف جنبنا ومشاكرين جدا برضو لمبادرة الرئيس يعني حياة كريمة ومشاكرين جدا لأي حد يقف يعني جنب الناس الغلابة أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي تأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية وتماشيا مع تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وذلك لتخفيف العبء عليهم وللحد من الأثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلية والتنموية في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية وذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين